يلا نعمل سمنة ونطلع مرطة فلاحي من خير زمان وهقولكو على الفرق ما بين الزبدة الفلاحي الصفرة والزبدة الفلاحي البيضة وهقولكو كمان على شوية حاجات كده وتكات نعرفها مع بعض وازاي نعمل سمنة بلدي فلاحي بطريقة حلوة جدا ومكونات بسيطة جدا جدا بس قبل ما ابدأ بالمكونات صلى على النبي ست البنات دلوقتي يا ست البنات هناخد انا جبت 3 كيلو زبدة بيضة الزبدة البيضة بتبقى زبدة جاموسي ودي افضل من الزبدة الصفرة الزبدة الصفرة بتبقى بقري وارخص شوية في السعر فاحنا بنفضل الزبدة البيضة هنحطها كده على الغاز فالبحلة بقى كده محترمة ونحط عليها ربع معلقة ملح ربع معلقة بالزبط عشان تطلع لنا المرطة والريمي اللي على الواشي اللي انتوا هتشوفوه بعد شوية وتفضل بقى تقلبي فيها خليها على نار عادية خالص احنا لسه مش هنوطي غاز ولا اي حاجة وهتقلبي فيها لحد لما الزبدة تدوب معاكي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده هل هنسبها؟ لا مش هنسبها هنوطي الغاز وخليكي واقف عليها ما تسيبهاش بص بقولك هو معلقتك في ايدك وهنقلب افضل يقلبي فيها بقى كده يمين وشمال هي مش هتاخد معاكي وقت خالص من عشر دقايق لربع ساعة بالكتير اهم حاجة ما تسيبهاش بكرر ما تسيبهاش علشان لقدر الله ممكن تغمق وتتحرق منك في ثانية هنقلب كده لحد لما الرين بتاعنا اللي على الوش دوت يبقى على الجناب والسامنا تبدأ تظهر معاكي ما شاء الله بدأ التغلي هي معاينا انا بصوا جايبها لكم خطوة بخطوة هل احنا هنحط مكونات تاني زي ما انتم شايفين كده كل اللي عملنا حطينا ربع معلقة ملح ووطينا الغاز اول ما بدأ التغلي هنا بقى ما شاء الله بعد ما عد ربع ساعة بالزبط طبعا ايدي فيها على طول وبقلبها عشان ما تتحرقش من القاع وده الرين بتاعها ما شاء الله ما فيهوش ملح كتير ريمها مش كبير اللي هو ما شاء الله مش واخدة ملح كتير ومش مخشوشة وطلع بخيرها هنلم بقى الريم الابيض اللي على الوش ده اجمل مرطة ممكن تكليها من الريم الابيض اللي على الوش دوت لانها بتكون مخلوطة بسامنة ده بقى تكليه بقى بعيش كده في الفطار الصبح او تضي فيه معلقة كده حلوة مع شوية فول يا وعادي جميل جدا مع او بيضة تعملي بيد اوملت او بيد عيون بيبقى جميل جدا ده بقى خير زمان بجد شان كده الناس بتوع زمان تحس ان هما فيهم صحة غير الجيل المفاشفش بتاع الجيل اليومين دول على رأي امي ربنا يبارك في عمره زي ما انتم شايفين كده شيلت كل الريم الابيض اللي على الوش دي مرطة بقى يا بنات تمام وعندك بقى علبة متعقماها او برطمانك اي ان كان اللي انت هتحط فيه الحاجة لازم يكون متعقم وناشف جدا ما فيهوش نقطة مية وهننزل بالسامنة بصوا جمالها ما شاء الله ولا الزيت شفتوا لونها جميل ازاي كل ده عشان وقفنا عليها يا بنات ما سبنهاش خالص وهتبدأ تصفيها وتخلي بالك المرطة اللي في الاخر ما تنزلش فيها لانك ممكن تعملي منها كمان حلويات المرطة دي بتبقى طلعة شوية اللي هي حدقة منك شوية بدي فيها على المرطة اللي انت لم يتيها في الاول وبتبقى جميلة جدا ده بيعوض ده يعني اول ما السامنة معاك بتبرد او بتدفع شوية بتقفليها بغطى محكم الغلق وبعد كده اول ما بتبرد خالص بتحطي عليها حبوب فلفل اسود طب بتحطي ليه حبوب الفلفل الاسود عشان تمنع مرارتها لقدر الله حسن تمرر منك لو اللي زي بدأ ديما شوية او حاجة وكمان بتديكي ترميلة للسامنة جميلة جدا بصوا حتى انا واخدى منها معلقة وحبيت اواريكم المنظر تحفة 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 سامنة مرملة وجميلة وعملناها بطريقة نجحة يارب يكون الفيديو انا الاعجابكو ويارب اكون دايما عند حسن ظنكو ما تنسوش لايك وشير ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر